تخيل معي تكون قالص في القيصم مع صحابك الصباح ما عليك ما بيك جاي تقرأ عادي في المدرسة حتى تقرر أنت وصحابك تسرقوا باطوا من البلاصة في نساكن وتخويوا البلاد غادي تقول لي فايت فكرت فيها ولكن القيصة اليوم ديرت بحدين ما شغير فكروا فيها ولكن داروها دير بالصح القيصة كانت من أغرب وأحسن القيصاص اللي كيني بما تنقوله والكين تهادي من أحسن القيصاص لأنها كانت بداية دير واحد المغامرة الكبر منها اللي عندها واحد نهاية ما يمكنش ما تتقارش حتى في الأفلام قبل ما نبدأ القيصة غادي ندوي لكم على لاكي ماروك موقع لاكي ماروك تعطيك فرصة باشتربح الكاشباك من أي حاجة شريتها من الانترنت يعني ترد واحد نسبة من الفلوس من التامان ديال أي حاجة خلصيها في انترنت هذه نسبة تختلف على حسب مواقع كي المواقع التي وصل فيهم الكاشباك حتى العشرين في المئة ما عليك غير تسجل في موقع ديال لاكي ماروك تعزل سطور اللي بغي تشري منه تختار المتجر الالكتروني اللي بغي تشري منه وتدخل له غادي دوز الكومون ديالك عادي من هذا المتجر الالكتروني من بعد ثلاث ايام غادي بان الكاشباك في حالة الانتظار ومن بعد 17 اليوم غادي تلقى الكاشباك مؤكد يعني ممكن تسحبوا بوافة كاش إذا كتي وصلت إلى 100 درهم مينيمون إذا تسجلت دابع لكي ماروك تهديك 30 درهم من بعد أول كومون دوز هتلقى الرابعة التحت ممكن تسجلوه في لكي ماروك وما تنسوا اشتبعوهم في انستغرام في لكي ماروك تشوفوا الجديد لسطور جداد اي حاجة جديدة سيتلقى واعدهم في انستغرام القيصة ديالنا تبدأ في جوان 1963 في واحد جزيرة اسميتها طونغا الساديال التلاميذ في واحد داخلية ديال سانت اندرو كوليج سيقرروا في واحد الحصة مميلة كانت عندهم في واحد الصباح يهربوا من تانوية ديالهم ويهربوا من الجزيرة والبلاد اللي كانوا ساكنين فيها هادي ياس السلطة وإلا فالا والسبب ديالهم واحد السبب اللي ماشي شي سبب السبب هو انهم ما كانوا اشتحملوا ديال الداخلية وما كانوا اشتحملوا الماكلة فيها هذا ما كان اصغر واحد فيهم كان عنده 13 العام اسميته دافيد والكبير فيهم عنده 16 العام اسميته سيوني يعني ما زالين صغار بزاف الهدف ديالهم من هذا الرحلة هو كانوا باغين يوصلوا لشي بلاد حسن وشي بلاسة حسن كانوا تتخيلوا بانهم يقضوا يمشيوا الفي جي ولا يقضوا يوصلوا حتى النيوزيلاندا ويعيشوا فيها حياة زوينه حسن من اللي عايشين هاتما المهم هادي هي الفكرة اللي كانت عنده هاد شي كامل زوين ولكن المشكل هو انه ما كانش عندهم باطو واخاكم كان عندهم باطو ما كانش اللي تعرف ينافيقي في البحر يعني ما عندهم حتى شي حاجة صعيب هاد الفكرة تدار ولكن اخاكك غادي ديروها باش حلو المشكل لول قضية سهلة غادي ديو سيوني هادك الدري الصغير لانه عنده شوية من اللي باس ديال نافيغاسي وانه كانت يمشي مع باش حال هادي في البحر هاده ما كان قالوا غادي نفي عناب الساف تكشي على شدته واش بالصح هو كانت يعرف ولا غير فغير يمشي معه ومكدب عليهم الله اعلم بقى خاصهم دابا شي قارب فاش يمشي وما عندهمش ولكن تفكروا واحد سيد تكرهو في ديك الجزيرة وادك سيد خدمته صياد وقالوا هلاش ما نناخدوش ليه داك الباطو دياله صغير ونستعملوه ويضب الراسه في هذه طريقة باش ناخدوه الباطو وفي نفس الوقت نتاقموه منه هاد شي كامل تفكروا عليه في ديك الحصة ديال الصباح وتفكروا بانهم في الليل غادي يطلقاوا باش ياخدوه الباطو ويمشيوا بلا ما يعرفهم حتى شو واحد هاد شي من بعد ما يسلطوا من ديك الداخلية غادي تسنى وحتى الليل غادي يوجدوا شوية ديال الماكلة بسداجة ديالهم ويمكن حتى عامل سن غادي تضعوا شي قليل بزعف بالنسبة المسافة اللي بغاين يقطعوا سيضعوا شوية البانان شوية جساكان الكوكونوتس سيضعوا هنا سيضعوا شي باركة منه لأنه موجود عندهم في الجزيرة سيضعوا بوطة صغيرة قالوا منكم سيضعوا في البحار سيضعوا الحوت واناكلوه مكاين حتى مشكلة البحار عمر بالحوت وهذا شي صافي اللي يضعوا باش يضربوا مسافة 800 كيلومتر سيضعوا هنا يجيك الجوائد الديتماكج في الليل غادي تسلوا البورد المدينة ويبدوا يقلبوا على الباطو ديال هاداك السييد هاداك الصياد اللي مزيحملوا حتى شي واحد غادي يشارجوا فيه كل شي وغادي يركبوا هنا رحلة ديرهم غادي تبدأ في اللول الرحلة تكون غادا مزيان بزاف ما يلقوا مشاكل في الطريق كل شي غادي هو هاداك يمكن الظهر لأنهم في أول اختبار غادي وقع لهم غادي بدأوا يديروا خاطأ مور خاطأ مور خاطأ مور خاطأ هيجيبوا دكشي كله متابع وخدير مجهود انتا لا يمكن تخطأ أخطأ كاملين ولكن ما هيجيبوا؟ أول خطأ اللي هيجيبوا هو أنهم غادي ينسوا كاملين من بعد ما يلوحوا لونخ ولكن كل شي ناس ما بقى تشي واحد فايق في هذا الباطو اللي هي حاجة ما تدارش في البحر خاص ضروري يبقى شي واحد رد البال من بعد واحد الموت ده غادي بدأوا يسمعوا الصداع الريح الراد شتاء عاصفة ناضط وهوما كلهم ناسين منها في قواعد ذاك الباطو ديالهم غادي اللي هيجيبوا ويحاولوا ينافيقوا ووصد ذاك شي كامل وفي السادة جديا لهم مرة أخرى سيحلوا ذاك الشراع ووصد ذاك الريح مع غادي يحلوا غادي يقوموا شوية غادي تقسم ما بقاش عندهم شراع وغادي بقى يحاولوا يستعملوا لابار فوصد ذاك شي كامل والديركسيون تهيئة غادي تهرس ما يبقى عندهم باش يتحكموا ذاك الباطو ويبقوا غير قاسين تتسنوا ذاك العاصفة وذاك الشتيح ويشوفوا فين غادي يديهم وفينها يوصل كانوا تتمنوا أمنية واحدة هو يصبح الصباح ويبقى وحيين والأمنية لهم غادي تحقق وغادي طلع الصباح غادي بقى وحيين ولكن كاريته ولا هذاك الباطو ممكنش تنابيق به في مرة وفوك الشي كامل تالفين ووصد البحر وما عارفينش فين كاينين بمرة وعندهم واحد الماء قليلة بزاف ما قليل بزاف كل شي ناقص بقى لهم غير شي قشور يجمعوا فيه الماء بشطح تشتق وهذا الشي اللي كاين شوية ديال الكوكو شوية ديال البانان بقى عليهم وهذا ما كان وما كانوا هما كتار سستق ومشي عدد قليل كان صعيب عليهم يشربوا تمشي منهم العطش كانوا ياخدوا جغمة الصباح و جغمة بالليل قبل ما ينعسوا هذا ما كان ما كانوا ياخدوا شي حاجة كتار من هذا الشي وشوية ديال الكوكو وتيحاولوا يصيدوا الحوت وذلك شي ولكن ما عارفوش ما صيدوا حتى شي حوتا سبع ايام دابوا هما وصل البحر و المعاناة ديال بالصح كل نهار اول حاجة تديروها هي تشوفوا شنو ضاير بالباطو ما تعرف تبليهم شي بيسة او باطو اخرى قد اعتقهم ولكن كل نهار من دوك السبع ايام تلقاوا غير الزروقية اللي ضاير بيهم وغير البحر اللي ضاير بيهم مكاين حتى شي حاجة يبقوا بحلقات الصباح ديال النهار الثامن غادي فيقوا غادي دوروا بالباطو كيم مديمة وغادي بلهم واحد خيال بعيد يبقوا يحقوا فيه ويبليهم بحل شي يابيسة ثم كل هم غادي فرحوا هيقولوا اخيرا تعتقناقين اليابيسة غادي نوصلوا بلاصة بعدها على الاقل نحطوا رجلينا في الارض ولكن هذه الفرحات تبقى غادة وتتنقص لانهم مهمة يقربوا غادي يكتشفوا بانهم جايين للجزيرة من واحد الجهة اللي عامرة صخر وفيها واحد تجارف بحل شي يجبل داير ويدا مشاوا ثاب قربوا من ثم وما دفعهم تم غادي شتدك الباطو غادي قتلهم كاملين يعني هالجزيرة اللي كانوا يظنوا انها غادي تعتقهم تقد تكون هي السبب في الموت دياله غادي بقاوا بحلقة كثيرة سناو لانه ما عندهمش باش يتحكموا في الباطو ديالهم حتى لماذا غادي دفعهم بالصح على هذك الصخر وغادي يتهرس هذك الباطو ولكن بوحد الزهر اللي ميمكنش احفظهم الله غادي تجارحوا غادي يجاروه خفيفة وغادي يتعتقوه وغادي يطلعو لضح جرد هذك الصخر اللي كينتم ولكن وخاهوكاك مازال ما وصلوش ليابيسا ومازال ما دخلوش للجزيرة منها يطلعو في ذلك الصخر هاي حاولو يشوفو شي طريقة باش يوصلو الوسط للجزيرة باش يدخلو للجزيرة ولكن وغالو كان صخر وكان وحجار فعالي بزاف صعيب تطلع منو وهذا ما كان وبقاوتي يقلبو تمو بل ما حد شبه مغارة كينتمت قلو جي نقوم تخبو فيها نقلسو ونرتاحو بعده هنا ونشوفو شنو نديرو هذا الشي اللي دارو دخلو لذيك المغارة وبقاوتي تتسناو تخرجو مره 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 يقلبو عالش طريقة باش يطلعو ما تلقاوش تعاودو يرجعو تباليهم شي طايرة تمة تشدوه تياكلو اخضر المهم تيحاولو يعيشو تعمل مما كاقنش ولو تيشربو غير الدم ديال هذوك الفراخ عوّق تيشربو الدم ديالها باش ما يموتوش ببلعطاش هذا ما كان القادية كانت عندهم صعيبة بزاف نهارهم كانت يدوز تيبقاو يدعيو تيطلبو الله وتيحاولو يلقاو ما ياكلو باش ما يموتوش هذا ما بقاوها كام ودت تساو 30 ساعة هما في ذاك البلاسة كلهم فازقين واحد الحالة ما يمكنش والماكن لا تنقصو وكل شي تيبان ضدهم إذا لم يموتوش بشي حل راسهم ضغياء سموتو تماما بني شعفوا القادية حماضة بزاف قالوا غدين ناخدو الريزك لليليها غدين نحاولو نطلعو من ذاك الجرف باش نوصلو للجزيرة وذاك شي اللي غدين يديرو غادي بقاو واحد النهار سيضاربو النهار كامل بشوية بشوية باش ما يطايحوش لانا يدطاحو الموت المؤكد ما كانش فيها حتى وصلوا للفوق سهلت القادية وقدو يدوزو الجزيرة وهنا سهلت ديك الساعة ديال العذاب اللي يدوزو وعلى الاقل وو ترى بشجر فين تغطى القادية ناشفة شوية كاين الوراق ديال الشجر حسن منوال على الاقل الفوق كاين ذاك الكوكونوت ممكن يشربوا منهم لما ممكن يياكلوهم وحتى من طيور موجودين طيور بزاف تمامات يشدوهم يقدو يياكلوهم يعني القادية شوية بدأت تتحسن ما غد يشموتو بالعطش ولا الجوع هاي قدووا تماما يبقوا صابرين على ما رقوش حل راسهم وحل كيفاش يخرجوا من تماما ولا يعتقوا شي واحد دافيد لي كانوا الدوه معهم انفعهم بزاف لانو كانت تعرف بزاف ديال الح انتمشي مع اباه وقاوه بالصح تعرف غادين نفعهم بزاف فهذا العذاب ديالهم وزادوا على ذاك الشي يمكن للكالاخ ديالهم سالوه ما بقاش عندهم سالوه فاللول ديال القيصة هذي ولو تفكروا شوية واول مدارو طواحد القاعدة بيناتهم عارفوا بانهم مستاق وبان ضرورة انوا تصداع تماما وذي تخاصموا شي نهارا لاشي حاجة وبغاوا يأمنوا راسهم كاملين لانهم محتاجين بعضياتهم باش يخرجوا من هاد المحنة هذي وباش ما تقع شي مشكل لان تماما كيلا قانون اولو قد يتخاصموا ويتقاتلوا تماما يعني اخصهم الحل الحل اللي دارو هو انه في ان ما يوقع شي مشكل كلهم سيتفارقوا كل واحد يمشي في شي قنط الجزيرة يتمشى ويبقى وربعات السواياع كل واحد بوحده ويرجعوا وما يعودواش يهدروا على ذاك المشكل اللي يوقع ويجدروا بحلها ومتع حاجة مطرس وهذا القادية ستنفعهم بزاف قادية عجيظة تتبين بانه مخاكة كان عدم العقل وخاص سيديهم صغير واخد شي كامل اللي داز ولكن كرفه واحدة مهمة هي كيفاش الجرو ايام بزاف مقدوش يتعلوا العافية وبقاو عايشين بالطريقة اللي كانوا تعيشوا بها تلقوا شوية ديال المك هذوك الطيور تقتلوهم تيأكلوا الحم ديالو مخضر وتيشربوا الدم ديالهم واذاك الكوكونات تيشربوا الماء ديالو وتيأكلوه يعني واحد الريجيم ديال السير في باش يبقوا حيين مهم ما يموتوش ويربحوا له وهذا الشي اللي كان قاوهك الشهورة ومرة مرة تتفكروا العائلات ديالهم وتتخيلوا بان العائلات ديالهم شنو تضنوا عليهم وتقولوا رات تضنوا بان نحن ميتين خلوه الاحساس ديال انت عارف بانك حي ولكن عارف بان عائلتك تتقول بانك ميت واحد الاحساس سيكون خايب بزاف هاد الشي اللي كان طاري لهم وهم دراري صغار قال لك مرة مرة كانوا تمشيوا ووصوا الغابة وتبدوا يبكيوا يعني واخد شي كامل راهم دراري صغار من غير هذا الشي كامل كانوا تيحاولوا يلقى واحد الروتين باش يفوجوا على راسهم وباش ينساووا مرة 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 واحد دري منهم كان عزيز على الموسيقى بزاف وكان خدا واحد سلوكة من ذاك الباطل الل اللي يتضرب اللي يتهرس وجبهم معاه وهذه السلوكة بالخشب وذلك الشيء يصنع منهم غيطار وهي بدأ يألف اغاني سيبدأ يغنيهم اغاني فيهم النصطالجية على البلاصفين كانوا ساكنين في حال هذه الجزيرة ديالهم بلادهم عائلاتهم على المحنة اللي فيها هما على هذا الشي كامل وهذه الاغاني هذو يبقوا يتعاودوا 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 في هذه الرحلة كاملة هذو من الحوايج اللي كانوا تفوجوا اليوم شي شوية حاجة اخرى هو انهم قالوا إذا بقينا غيرسين مثل يروالوا قد ينضعف وكانوا خايفين من هذه القضية بزاف يعني قرروا يبدأوا يتعاودوا كلنا وخذ هذه الماكلة الخضراتية يأكلوها وذلك شي قليل ولكن قدوا يبدأوا يتعاودوا بحالشي صال في هذه الجزيرة وخماكينوالو ولكن ترينيوا بش ما كان هذه القضية تهيئة كانت ذكية وانفعتهم تهيئة بزاف تقدم العظيم والكبير اللي كان في هذه الجزيرة هو من بعد 6 شهور قدروا يديروا العافية منين شعروا هذه العافية فرحوه بزاف أخيرا يقدروا يأكلوا ماكلة طائضة يسخنوا الماء يسخنوا أي حاجة ف فرحوه بزاف رحوه على درجة كبيرة وبالصحة العافية هتنفعهم غادي يفكرهم مزيان ويقسموها على جوش يديروا جوش ديال برايس فيهم العافية وهذا المرة ما هينعسوش ديما ضروري واحد يكون مكلف بالعافية خصو يكون فاير يديروا النوبة بطبيعية الحال ولكن العافية مخساش تضيع جزء منها هيكون لداخل شوية كل الأرض فين ساكنين وهذا يصلاح بش يسخنوا بش يأكلوا وذلك شي الاخر واحد جزء ثاني غادي يكون في الجرد غادي يديروا بحال واحد العشاء وهذه قص يتلتم وهذه يقرب وهوما يقاو يديروا بها الإشارات وهذه الحاجة الثانية اللي يداروه واحد نهار ستيفن ووحد اخر منهم مشاوا الجرف يشدوا عاوتين هذلك الطيور او باشي يطيبوها ويأكلوه وشدوا شي وحدين كانوا راجعين ولكن ستيفن قال اجي نزيد بغايت نزيد نشد شي حاجة اخرى المهم مشال ذلك الجرف بغايت يشد شي حاجة اخدار ريسك بزاف ازلق طاع 15 المترو تزدح مع الصخار التحت من الزهر ديالو ما ماتش ولكن تهرست ليهرجله تم صاحبه غادي ه سيحاول يعاونه غادي عايد صحابه غادي ديوه ولكن رجله مهرسك غادي لووع على شيخ شاب وغادي حاولوا يجبروها غير هكاك وبسبب هاد الهرس غادي بقى اربع شهور ديال العذاب هو قاس في الارض ما سيتحرقش والاخرين تديروا لي المسائل كاملين تعاونه وكل شي اكتبوا لهم سمين عليه المالك ديال هذه الجزيرة الجزيرة اللي كانت سميتها اطا من بعد هذا الشي غادي وقعوا اكتشافات اخرين اللي غادي ينفعوهم بزاف الثلالة كانوا يزعموا على ادغاله للغابة تماما بدأوا يدخلوها وتقلبوا ويشوفوا ما هو كائن وهم يلقاونه بنايات قدام بحالة ناس كانوا ساكنين تماما سيشوفوه ويعظوه العظومة ديالة راجل بحالة كانت هي قاس في الارض وماتوا وبقادة شي دياله فوق الارض ويعطفوه لي واحد اجنازه تماما لهما انهم يحترموه يضعوه ويشوفوه ويضفنوه ويشوفوه ويشوفوه راجل مهمة كتابة جزيرة وهو من بعد يتعرف بأن سكان الجزيرة جاءوا لهم ناس في مصر عميرين وبدأوا يقتلوا فيهم وذلك الناس هربوا وخلّوهم وراهم كل شيء وخلّوه هذا الججاج وخلّوه شيء مماس وشيء سيوفة وشيء تخاربيق وهذا الشيء كامل ينفع صحابنا لأنه هذا الججاج سيصيفون لي واحد لهم وبدأوا يربيه ويوكلوه هؤلاء كل المماس سيستعملوهم ويلقّوه حتى خضرات ما اللي يعودوا يزرعوا فيها وهذا الشيء سيجعلهم يأكلون الخضرات اللي مش حالة يمكلاوها يأكلوا شوية الدجاج اللي سيأكلوا منه ولكن اللي سيجعلوه ربيوه في حالة مماشي نهار كانت شيء عاصفة ولا شيء ما قدوش يمشي ويشده هذو كل الفراغ اللي يشده المهم سيبدأوا يتنظموه وهذا القضية ستنفعهم بزاف باش يعيشوا أطول مدة في هذة الجزيرة في هذة المدة اللي عاشوا تمّا شافوه ثلاثة مرات بطوة دايزين من البعيد يتعيي ومعيطوا لهم تعيي وديروا لهم في الإشارات ولكن معمرهم ما تشوفوهم وتمشي وتخليوهم وتخليوهم في تكل البؤس ديال كانو غادي يتعطقوا تشافو شي حد ومشاق ومبقعش بهذه الفقصة هذي غادي يقرروا يصايبوش فلوكا بالخشب معاولوا عندهم دابا ماشي قطعوه حاولوا يصايبو فلوكا صايبوها حطوها في المق من الجهة فين كاين الشاطئ فين كاين الرملة ولكن هذه الفلوكا ضغية تهررس واتبين بأنها لم تتوصل لهم للتشي بلاسة وهو أصلا البلاسة فين ساكنين بعيدة بزاف قاعدية صعيبة من ظهرهم مخدمات لهم ذلك الفلوكا الحمد لله عندهم الظهر 15 شهر تازوا وهو ما ما زالوا واحدين في هذه الجزيرة يمكن غادي بقى وحياتهم كاملة هنا وغادي يموتوا هنا هذا الشيء هو اللي كانت يدوز لهم فراسهم في ذلك الوقايتهم بدأوا يقولوا يكمل هذا العذاب الآخرة وهالجزيرة اللي عيش فيها هي العقوبة ديالنا وحنا يرى مئتين يعني تخيلوا معي بوحدهم في هذه الجزيرة الأفكار اللي والله وتدوز لهم فراسهم وخال البروغرام ديال الحياة اللي دارهم من الضام ومقاد وزوين ولكن الإنسان بطبعه تيبغي البشر الأخرين وتيبغي الحياة مع الناس واجتماعي وخاهمة بالسط ولكن خارجين الحضارة وخارجين الوقت وخارجين كل شيء من بعد 15 شهر واحد النهار واحد فيهم حاضي من البلاصة اللي يتحضيون منها نورمال مو بشوفوش كين شي باطوه بدأت يبلي واحد الباطوه دايز غدي بدي عيطليه ولكن في الأول كما ترى مع الباطوات الخرين ما غاديش يشوفوه وغادي يتم غادي في حاله بحل ما شافوش أبقاوا مركزين معي لأن أهم بارتي في الفيديو عاد في ذات وغادي تبقاوا تسمعوا المفاجآات وذك تشلي في شكل حتى الآخر ثانية من هاد الفيديو هاد الباطو اسميتو جاست ديفيد هاد الباطو الكابيتان ديالو اسميتو بيتر وارنر والد واحد من الأترياء ديالنجليز اللي كانت الماليكة أعطاتو اسم اسميتو سير أرتير وارنر اللي كانت عندو واحد الشركة ديال الكترونيك كبيرة فالانجلوتير ولكن والدو ما بغاش يتبع ديك الطريق وقال انا بغيت نولي بحار ومن 17 العام هو بغي يولي بحار سبحالله هاد الجزيرة بحل فيها شيء حاجة كتشبد غير هاد النوع ديالنا المهم من بعد السنوات هاد بيتر او بحار او اختصاصي في الصيد في أعالي البحار وفي عام السوسين قرر رجال البلاصة اللي أنا معروفة بسرطان البحر كان بغي يصيده ولكن تجري الرياحه بما لا تشتهي السفون هذه مش حالة انا بغي نستعملها من كتصغير احنا نلقينا الفرصة باش نستعملها ما غدي يخليه هاد الدولة اللي في هاد شيء يصيد تمق غد يرفضه لهم بعد ما يصفت لهم الرسالة وهو غدي يقرر يتفادى قاعدة البحار ديالهم ويبقى يجي مشي دورات باش يتفاداه وهو تيحاول يجي بدك الدورات باش يتفاداه غدي يطحف هاد الجزيرة ديال القاطع غدي يبلي الدخان تطلع من الجزيرة وغدي بدي يقول لها هادو كل مآفلك يبقى شنو ذاك شرشي حاجة فشكل يديروا داميتور وهو ما كانوا غادي في حالهم غدي يديروا داميتور وغدي بدا وراجعين في ذاك اللحظة شنو يبدي بليهم غدي بدي بليهم واحد دري صغير صحيح تيقعون جيل عندهم ومورها خمسة أخرين تهوما كانوا من بعد ما شفوا الباطو يدير يمشي قوط الخلعة تلاحوا كلهم في الماء ومشوا تيقعون في تيجاه الباطو وفي نصل وقت بيتر تاوت تخلع انت غادي وصل بحرف الجزيرة اللي عارفها كل شي مهجورة خارجي لك منها استصحاح وتيقعون في تيجاه ديالك ديكسا اقلي كيباج شهر جيو الفرادة مني شهر جيو الفرادة واحد من دراري غدي يفكر مزيان ووخه تيقعون غدي يقول لي نحن نغرقنا نغرق لنا الباطو ديالنا ودابة 15 شهر ونحن في هذه الجزيرة هنا سيرتاحوا شوية سيجعلهم يطلعوا ولكن في نفس الوقت سيقعون معهم اتنسيون سيقول لهم منين تومة سيقول لهم من طونغا ايلند مباشرة سيشد الراديو بيتر سيعيط البورد طونغا ايلند سيقول لهم وين شدراري وين شدراري في البحر ثم هذا الذي سيشد الراديو سيقول لي بيتر سيقول لي ثم هذا الراديو سيبدأ بكيك ثم يعرف بأن دراري لا تكذبوش هذه القيصة الحقيقية سيطلعون لناك لا وما يبقى خايفين منهم أصحابنا أخيرا تقوم من بعد 15 شهر ولكن هذا الذي يأتي من بعد تأوى في شكل لأن القيصة لا تتحب الشهر بيتر سيقول لهم سيكون الحفلة والجزيرة كلها تحتافل بحالة سيستماتوا وعودوا حياوه لولدين ديالهم تخيلوا مواتهم كيف يشعروا ذاك النهار وقروا ينضموا ليهم حفلة يعني احتفال بيهم بأنهم رجعوا ولكنهم لا يحضروا في ذاك الحفل لأنهم سيقع لهم شيء إذا بقيتوا عاقلين كانوا يسرقوا الباطل وهذاك خونة وخاء الأخرين تعتقوا ما فرحش مشاعد البوليس قال ليهم راهدوا وما يسرقوا لي الباطل ديالي وذلك النهار تشدوهم تم البوليس وخلوهم مزجونين يعني معا تعتقوا معا دخلوا للحفل بيتر باش كانوا جايين في الطراق وغادي يقول هذا القيصة واعرة بزاف وبغايديرها على شكل فيلم ودوكومنتير تم غادي تتاصل بواحد الإذاعة أسترالية اسميتها شانل سيفن وغادي يصعب طولي واحد صحافي واحد يبدأ صوير باش يصوروا ذاك الدوكومنتير وطبعا الحال مخصوم يبقوا في الحبس يعني بيتر يخلص ذاك صياد من يجيبه باش يشري باطل واحد اخر بشارة يسمح ليهم ويخرجوا ذاك شى اللي كان محا خرجوا ما خلاهم مش لم تتبوهم في ذاك الجزيرة هزهم وعاوتاني رضي الجزيرة فين كانوا تالفين معلي كيبتاجوا كل شي وقاليهم عاودوا لي ذاك شى كيفاش كان الواقع صور معهم في البلايسفين كانوا صور معهم ذاك شى كامل بالتي طيب ذاك الدوكومنتير الشى صحافي حطوه في يوتيوب قدوا تلقاه هذا الدوكومنتير قلب من صايمان من شوفوا كيفاش ولو صحاح ذاك شى مين بكنش ومن بعد هاد شي معا بيتر بحلا عزو عليه وقال لهم علش متخدموش معايا في الباطو ديالي بدأوا خدامين مجموعين الباطو تسمى على الجزيرة اللي كانوا تالفين فيها وبدأوا خدامين معاها تدورو تدورو والحياة كانت مزيان القصة ديالنا ما زال مسالات مانو واحد من هادوكستا اللي كان عتقهم بيتر كان معاه في واحد الباطو تدورو تصيدو دازو سنوات ما نمور ما تعتقوه واحد ناروه قلس في الليل حاضي هذا المرة مقاش ناسو ولا تبقى واحد حاضي بدأت يبلي واحد خيال من البعيد بحل شيدو تضرب في الباطو في جهة الباطو وقال شي حاجة ما هي هادكتما وقرر يمشي ذاكتجاه وقال بيتر ومشاو ذاكتجاه تبليهم واحد اسو واس مكتوبة ومن يقربوا وبدأوا يبانوا لهم شي وحدين شدين مراية كانوا تنشو عليهم وقال بأنهم الباطو ديالهم تهرستهما وطاحوا في هذه الجزيرة كانوا هما اربعة وغادي اعتقوهم لمهمة القيصة في شيش كله بزاف ولكن ممكن تتيقنوا في الانترنت غادي اعتقوهم تاهماتكم عندهم قيصة ديالهم بوحدها ما عنديش عليها حتى شي فكرة ولكن شوفوا الخير اللي داروا بيتر اعتق ستا لمنهم واحد اعتق عاوتاني اربعة اخرين لكي اعرفوا الخير باش تديروه تيباليكم صغير في اللول ولا تيباليكم محدود ولكن ما تيحبش وكذلك شرف اذا داروا شي واحد ري قد يباليه صغير ولكن يكون عنده شي تأثير كبير وفي موضة طويلة اكثر من اللي تتخيل وهنا نهاية ديال القيصة دياله قبل ما انسالي وما تنسوا دخلوا عندي الانستغرام وحتى سناب شات تنسوا فيديوه ويقصار بحال ذلك يدير ريز ولكن ديال سناب شات اسمه ممكن تدخلوه تشوفوا ذلك وبطبيعة الحال كما ديما اي واحد عنده شي سؤال على القراءة يبغي يقرأ برا او لأي حاجة دخل انستغرام مينحة يدخل السوء لنا كين ميناح السين التركيا الى اخرين هذا مكان اذا اعجبوكم هذه القيصاص كان القناة التانية قصر من هذه القناة التانية قصر من هذه القناة التانية اضافة هنا واذا كنت جديد وشوكرا